طلبة في سن يمر بمنعطفات ومتغيرات التغلب عليها يحتاج إلى رعاية من الأسرة والبيت والمدرسة ليمضي الطالب قدما نحو نجاح وتميز لمشروع باريق التربوية طريق للأخذ بالطالب إلى سلم التفوق مشروع باريق هي تأسيس الإنسان ذو الأخلاق الحميدة إنشاء الإنسان الخلوق فتابعوا الطلبة من البداية عملوا لهم نشاطات اكتشاف للمواهب تنمية مواهبهم نشر الصداقات بين الطلبة حسن التعامل طريقة التعامل مع الطلبة من مجموعة من الطلبة تنشرها عن طريقة الأقران باريق دواء لداء نفسية وعلاج لأي مشكلة لها آثار على الطالب ليكون لهذا البرنامج الإيجابي تواجد ملموس في مدارس وزارة التربية يبيث بالذاتة عن طريق التفوق عن طريق الفوز في لعبة أو فوز في المسابقة وأمور هذه الطالب لا توفر عندها كل شيء يسوي يضطر أنه يثبت ذاته بالعنف مشروع باريق اشتغل شغل جدا طيب على موضوع العنف الطلابي وقاعد نشوف خلال السنوات السابقة العنف الطلابي كل ما له يقل لله الحمد عندنا في المدرسة وفي كذا مدرسة موجودة لله الحمد كل ما هم قاعد يزيدون ويزيد عددهم الحين لقام يغطون مدارس أخرى رؤية للتوسع لمبادرة تربوية أمست نهجا وأسلوبا للتعامل مع الطلبة أثمرت نجاحا متميزا لتعمم كتجربة في مدارس البلاد تحميهم وتأخذ بيدهم ليشع عمل بريق في كافة المؤسسات التربوية أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس